بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا حياكم الله مع لقاء متجدد برنامج مدارك ونقف في هذه الحلقة وقفات مع خواتيم قصة نوح عليه السلام هذه القصة التي تعطينا رسالة بأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين ولو بعد حين مهما طال ليل الظالمين فإن الويل والثبور الويل والثبور لهم ومهما حلولكت الليالي على المؤمنين فإن النصر سيأتيهم ولو بعد حين نوح عليه السلام صبر على الظالمين صبرا عظيما صبر عليهم في دعوته تسعمائة وخمسين عاما وعمر أكثر من ألف سنة وسنذكر الروايات التي تكلمت عن عمره بعض الروايات قالت أنه توفي وهو ابن ألف وسبعمائة وعمر طويل في هذه الحياة قضاه في الدعوة إلى الله وهو رسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الله بأن يصبر على طول المدة ولا يستعجل ثانيا أن يبذل الأسباب فلا يركن فيقول أنا بذلت ولم يستجب لي لا اجتهد فلعل يوما مشرقا يأتي بنتائج لم تكن قد تحصلت عليها من قبل ثلاثة انظروا كيف أكرم الله جل وعلا نوح على صبره وعلى تحمله ألف سنة من الصبر والثبات ثم يصنأ السفينة ثم يأتي ذلك الطوفان طوفان نوح الذي يغرق معه جميع البشر بل والكائنات الحية التي تسير على الأرض ما عدا ما كان معه في السفينة يوم حمل وحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل فكان هؤلاء الذين في السفينة كما جاء في بعض الآثار أنهم كانوا في السفينة 150 يوم في الطوفان صابرين محتسبين يرجون رحمة الله في خوف ووجل والذي يركب السفينة يعرف الخوف من الغرق فإنه لا يؤمن على من يكون في السفينة لا يأمن من أمواج البحر ولا يأمن مما يحدث قد يحدث للسفينة من خرق أو غير ذلك فكان تحمل كل تلك المصائب وكل تلك المشاق ثم جاءت النهاية السعيدة النهاية التي جاءت بسلام عليه وعلى من كان معه جاءت النهاية قيل اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك جاءت هذه النهاية بعد أن رست هذه السفينة على الجودي ثم نزلوا بعد فترة مدة من الزمان بعد أن سارة سارة الأرض يمكن أن يسيروا عليها ثم بدأوا يعمرونها وعمر نوح بعد ذلك سنوات طويلة وهو الجانب الذي يدل على كرم الله تبارك وتعالى فإن الحياة بين مصائب ونعم بين ضراء وسراء فكما أن نوح كان صابرا كذلك كان شاكرا قال جل وعلا إنه كان عبدا شكورا فاصل نيسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله إخواني الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع عاقبة المتقين في قصة نوح وعاقبة الظالمين كيف نجى الله نوحا انظروا إلى كرم الله تعالوا نعدد نعم الله على نوح انظروا نجاه الله تبارك وتعالى ومن آمن معه وجعله وجعله أبو البشر الثاني كل البشرية بعد ذلك ترجع إلى نوح عليه السلام انظروا إلى عاقبة الصبر قيل اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك اهبط فكان من كرم الله تبارك وتعالى انه هبط على الأرض لكن الأرض تغيرت لم تعد الأرض تلك الأرض التي كان أهلها يستهزئون به شف الله صدره فأهلك جميع أعدائه وسار على الأرض لا يوجد على الأرض إلا من يشكر الله مع نوح عليه السلام شعور عجيب شعور لا يكاد يحدث إلا في نادر الزمان من نوادر الزمان أن نوح عليه السلام عاش بعد الطوفان فترة طويلة هذه الفترة كان يعبد الله تبارك وتعالى فيها ولا يوجد فيها شرك ولا يوجد فيها ظلم فيها سلام وأمان وهذه من عجائب ما حدث لنوح عليه السلام دائما في ذكر قصة نوح نركز على الجانب الذي صبر فيه لكن نحتاج أن نسلط الضوء على الجانب الآخر وهو الجانب الذي شكر الله فيه فشكر الله نوح عليه السلام وحمده وذكر الله ذلك عنه فقال إنه كان عبدا شكورا ثم أكرمه الله تبارك وتعالى كما قال اهبط بسلام منا وبركات أي مباركا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد فبارك الله في ذريته وصارت البشرية كلها تنتسب إلى نوح عليه السلام أي من أولادك وهذا من نعمة الله على نوح عليه السلام فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه فقال وجعلنا ذريته هم الباقين فكانت السلالة الباقية هي ذرية آدم بل ذرية نوح عليه السلام ولذلك يسمى أبو البشر الثاني فأبو البشر الأول هو آدم عليه السلام وأبو البشر الثاني هو نوح عليه السلام وهذه نعمة الله جل وعلا على نوح أنه نجاه وجعله وأهلك أعداءه وبارك في ذريته وعاش زمنا طويلا في بركة ونعمة وحمد وشكر وهذا يدل على النعم العظيم التي أنعم الله جل وعلا بها على نوح عليه السلام لا يفوتنا مشهد من مشاهد يوم القيامة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نوح وهذا يدل على جهود قومه يقول صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بنوح عليه السلام فيقال له هل بلغت هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب فتسأل أمته أمة نوح الذين أغرقها الله هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير وانظروا إلى جهود قومه قوم مجرمون في الجهود والظلم والتكذيب فيقول من شهودك يا نوح من الذين يشهدون لك أنك بلغت قومك فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم يا أمة محمد أنكم تشهدون لنوح عليه السلام يوم القيامة فيجاء بكم فتشهدون ونحن نشهد أن نوحا بلغ أمته عليه وعلى نبينا وعلى نبينا الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين